كارثة مائية تضاف إلى أزمات العراق الذي عانى من تعاقبها على مر السنين أنهار بدأت تجف وشبح عطش البلاد يلوح أمام كل عراقي يرى التصحر يأكل المناطق الخضراء والسبب عبث إيران بالمياه الإقليمية وزارة الزراعة حذرت من أن أزمة المياه التي تمر بها البلاد قد تتسبب بتقليل المساحات المقرر زراعتها ضمن الخطة الزراعية المقبلة وبينت أن الأزمة ستتفاقم في محافظة ذيالا إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهر السيروان والكارون مشيرة إلى أن الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا مجموع الروافد النهرية بين العراق وإيران الناتجة عن نهر دجلة يقدر بنحو أربعين رافدا وجدولا ويشكل شط العرب النقطة الأبرز للنزاع على الحصص المائية وبسببه وقعت العديد من المناوشات وأبرمت اتفاقيات لتنظيم الوضع المائي وفي الأعوام الماضية تسببت ملوحة المياه في تحويل آلاف الهكتارات إلى أراضي مبور وفي دخول مائة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف عام 2018 وتعد ملوحة المياه إلى جانب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة 5% من إجمال الناتج المحلي ويوظف 20% من إجمال اليد العاملة في البلاد وفي الإجمال تضرر أكثر من 7 ملايين عراقي من الجفاف والنزوح للطرار ويبدو أن إيران تتصرف في المسارات المائية دون أي اعتبار للجفاف الذي يهدد العراق وليس غريبا أن يزداد تماديها طالما أنها هي من تملك القرار السياسي في العراق ترجمة نانسي قنقر